في مدينة تعد الشمس بالإضافة إلى مولدات كهربائية صغيرة المصدر الوحيد للطاقة يعيش ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة وجدوا أنفسهم منذ ثلاث سنوات يعزلون عن الحياة تدريجيا ببنية تحتية هشة وبلا خدمات أساسية وبمنافذ مغلقة للعالم الذي يسأل عنه لازلنا أحياء فقد تم حجبنا تكتب واحدة من سكان العاصمة صنعاء على حسابها في الفيسبوك بعد أن تم حضر آخر الخدمات الهشة ولا يطل السكان من عاصمة اليمن إلكترونيا إلا للحظات قليلة قبل أن يختفوا لساعات طوال بعضهم يدم اختفاؤه يكتبون آراءهم برفقة الرعب والعجلة قبل أن يتوارع عن الشاشة وعن الواقع الذي تعيشه المدينة الخائفة كما أصبحت تعرف حاليا بعد فشل ميليشيا الحوثي في إسكاة الأصوات وامتلاء سجونها بمن يختلفون معها واقعا أو افتراضا لجأت إلى أسلوب جديد إقفال المدينة كلها وإسكاة الأصوات بقوة السلاح وبصلابة الرقابة وبنشر الرعب وبجعل الخوف جارا جديدا لكل ساكن في صنعه أو زائر لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر